اشتركوا في القناة على عدة جبهات انطلقت محاور الانجاز في البدء اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح وحدات سكانية في 22 محافظة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة لصالح منخفض الدخل بمخصصات بلغت 11 مليار و 600 مليون جنيه تقريبا انا اقدر اعمل مليون شاقف سنة واثنين اقدر اعمل كده الولادي وقد نجحت تلك المبادرة في تحسين جودة الحياة ووقف نمو المناطق العشوائية بعدها وبتكليف رئاسي كذلك اطلقت مبادرة سكن لكل المصريين التي كانت تهدف الى توفير 500 الف وحدة سكنية لصالح محدود الدخل ايضا المبادرات الرئاسية امتدت لتشمل اطيافا اخرى فقد تم تنفيذ وتشييد وحدات اسكان للطبقات المتوسطة تلك الوحدات بلغ عددها حوالي 500 الف وحدة بتكلفة اقبالية تعادل حوالي 51 مليار جنيه وقد استفاد منها حوالي 920 الف مواطن خلال السنوات الثماني الفائتة الفئات الاعلى دخلا كان لها نصيب من مبادرة الاسكان الرئاسية حيث تم تنفيذ مشروعي دار مصر وسكن مصر باجمالي 70 الف وحدة تقريبا حتى الان سنوات قلائل مضت ومعها تحول الحلم الى حقيقة بعدما انطلقت مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ وتحقيق العهد الرئاسي الرامي الى تحقيق حياة كريمة وتغيير واقع ملايين المواطنين